النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن فكرة قد تبدو للبعض غريبة ولكن امل انه يستمع الى الاخر بدون سوء ظن وبدون انه ياخد موقف مصبع الموضوع عن الصلاة على النبي الصلاة على النبي محمد الاغلب الاعم بيظن ان الصلاة على النبي عبادة يعني لما يقول محمد عليه الصلاة والسلام او صلي على لا يشفع فيك او صليت النهاردة على النبي تطالع كثير من الجروبات على النت اكتب خمس مرات الصلاة على النبي هل صلت النهاردة اليوم على النبي صلي على النبي صلي على النبي وتلاقي كثير جدا في البرامج او انه يقولك انت صلت على النبي اليوم وهكذا طيب الصلاة على النبي ليست عبادة يعني ايه الكلام ده وهنروح فين من الايات اللي بتتكلم على الصلاة على النبي هتوديها فين يعني ما موجودة في القرآن الصلاة على النبي ناخدها خطوة خطوة اول حاجة الايات اللي نزلت فيه كتير جدا غافل عن ايات اخرى بتتكلم عن نفس المعنى للمؤمنين وبتتكلم عن نفس المعنى او نفس التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم طيب من تقولته صلى الله عليه وسلم نعم نحن لا نقول ان من يقول صلى الله عليه وسلم قد اخطأ او قد لا 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 من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعا اي الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم تأخذ ثواب كأنك بتقوم بالدعاء ولكنك لن تأخذ ثواب كأنك بتقوم بعبادة انت لا تصلي الا لله وتصوم تحج تزكي الى اخر من العبادات هذه العبادات تكون لله وحده فانت لما تدعو الى غيرك من الاشخاص هذه الدعوة بتأخذ عليها ثواب الدعاء للغير مش بتأخذ عليها ثواب فكرة العبادة بمعنى اخر لما بتقول اللهم صلي على النبي اللهم صلي على شخص ما حتى لو مش نبي فانت بتدعو له طيب هتروح فين بقى من الاية الكريمة اللي بتقول عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا طيب هنا الآية بنلاحظها ان الله وملائكته يصلون على النبي الآية التانية المعظمنا بيخدش بالهم منها الآية بتقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ابقى الآية دي بتلاحظ معايا ان الحق تبارك وتعالى بيقول هو الذي هو هنا تعود على لفظ الجلالة الحق تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته عندك الآية بتاعت ان الله وملائكته يصلون على النبي بتعادلها بالضبط حرفيا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يبقى ان كانتك مؤمن الحق تبارك وتعالى بيصلي عليك وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما طيب يبقى الشق الأولاني المؤمنين كلهم تسأوا مع النبي فيه اللي هو هو الذي يصلي عليكم وملائكته طيب الشق التاني بيقول الحق تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وربما يكون ده الشق اللي مخلي أغلب الأغلب الأعام معتقد أن الصلاة على النبي عبادة وتجدهم شغلين صل على النبي صلي صليت النهاردة على النبي صلي وهكذا طيب نبص بها القول لله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم يعني في الآية الأولانية الحق تبارك وتعالى صلى على النبي والملائكة وبعدين صلى على المؤمنين والملائكة وبعدين أمر المؤمنين أنهم يصلوا على النبي ثم في هذه الآية أمر النبي أن يصلي على المؤمنين وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم مش معقول يكون النبي لما بيشوف أبو بكر يقول له اللهم صلي على أبو بكر أو يذكر اسم عمر يقول له اللهم صلي على عمر أو يذكر اسم عثمان يقول اللهم صلي على عثمان لو كان ذلك كذلك فانت بالضبط لما تقول الله مصلي على محمد بهذا المعنى الخرفي انه كلما يذكر اسم النبي هتقعد تقول الله مصلي عليك انها عبادة مستحيل يكون كده مستحيل يكون النبي بيقعد يشوف عثمان بن عفان و أسامة بن زايد يقول له اللهم مصلي على أسامة مستحيل انما اللي كان بيحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمؤمنين وهذا الدعاء هو الصلاة يعني كان بيتصل بالرحمن فيدعو للمؤمنين وكذلك نحن حين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن ندعو له ندعو له لأنه صلى الله عليه وسلم سبب اخرجنا من الظلمات إلى النور وسبب الهداية المبشرة لنا نحن لا نشك في هذا الفضل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتحدث عن فرضية واحدة فكرة أن الصلاة على النبي بالمعنى الشائع الدارك هي ليست عبادة الآية الأولانية أمر الله تعالى المؤمنين أن هم يصلوا على النبي ثم أمر النبي أن يصلي على المؤمنين الحق تبارك وتعالى صلى على المؤمنين والحق تبارك وتعالى صلى على النبي وكذلك الملائكة صلت على المؤمنين وكذلك الملائكة صلت على النبي فالعملية واحدة ما فيش شيء اسمه عبادة مجسمة للصلاة على النبي ده شيء غير وارد ده شيء غير وارد وبعدين أحاديث كتير بقى رغم أنف عبد ذكرت عنده ولم يصلي علي من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرة وهكذا من المرويات المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم كأن الصلاة على النبي أصبحت عبادة في حين أننا ما شفتش ولا حديث بينفذ بيه رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على المؤمنين بالمعنى الحرفي للكلمة اللي هو بمعنى اللهم صلي على أبو بكر اللهم صلي على علي اللهم صلي على عثمان اللهم ما شفتش كده خالص ولا حد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اخذ يصلى عليهم بالشكل ده وطبعا هو دعالهم كتير يعني ما حدش يقول لي طبا هو ما دعالهمش طيب ما هو لو دعالهم يبقى المعنى اللي أنا بقول له هو الصحيح أن معنى الصلاة على النبي هي الدعاء إنما هي ليست فرضا بالمعنى الدارك في زهن المؤمن هي ليست فرضا بالمعنى الدارك في الزهن هي بمعنى أنك بتدعو للنبي أخرجك من الظلمات إلى النور